دولياً تم مساء أمسي لحد عرض العلامة المغربية الشديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير المغرب الآن بطريقة الليزر على برج خليفة بدبي الذي يعد الأعلى من نوعه في العالم وتخلل عرض العلامة المغربية التي كانت بادية للعيان في مختلف أرجاء مدينة دبي صورة متحركة لقطر البراق وأخرى لأحد أبواب المدن القديمة بالمغرب فضلاً عن صور لمولدات الطاقة الرحية بالمملكة في إشارة إلى النهضة الصناعية التي تشهدها إضافة إلى مؤهلاتها الحضرية وأطرها الشابة الوعدة يذكر أنه جرى أمس بدبي الإطلاق الرسمي للعالمة المغربية مروكوناو وذلك في ندوة نظمة بالجنح المغربي في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020